اشتركوا في القناة تحفظت على المادة الأولى والمادة السادسة عشر يعني المادة الأولى والمادة ستاشر ولما تابعنا لماذا تحفظت قطر على هاتين المادتين كان لوجود خلل كبير في التشريع الوطني داخل دولة قطر أيضا فيما يتعلق بملف التعذيب مفيش في قطر نصوص تشريعية صريحة وواضحة تمنع أو تحضر أو تعاقب على التعذيب أيضا في التشريع القطري مذالة موجودة هناك بعض الجراءة بعض العقوبات زي عقوبة الجلد والرجم موجودين في هذا القانون أيضا من متبعيتنا عن الانتهاكات المرتبطة في ملف التعذيب في دولة قطر كان هناك عدم استقلالية للجهاز القضائي وهقول لحضرتك عبارة قالتها المقررة الخاصة باستقلال القضاء والمحامين مش إحنا بس اللي قلناها دا المقررة هي اللي قالت دا قالت أنها تشعر بمزيدا من القلق الشديد لما ورد إليها من معلومات بشأن انتهاكات ضمن سلامة الإجراءات والمحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان دا كلام المقررة الخاصة باستقلال القضاء والمحامين أيضا رصدنا في هذا الملف إساءة لمعاملة المهاجرين ووصل الحد في التطبيق العملي داخل قطر إن إذا العامل طرق العمل طرق صاحب العمل تفرض عليه عقوبات قاسية أيضا رصدنا انتهاكات لها علاقة بالعملات الخادمات في المنازل وللأسف وصل هذا الاعتداء وهذه الوقائع إلى حد الإختصاب والاعتداءات الجنسية وبالتالي هناك مشاكل متعددة فيما يتعلق بملف التعذيب ترجمة نانسي قنقر